لكي ينجح الداعية ان يعمل بما يدعو اليه ان يكون صورة لما يدعو اليه السلف يقولون حال رجل في الف رجل ابلغ مما قال الف رجل في رجل الانسان بحاله بسلوكه بعمله باخلاقه يؤثر في الف شخص انما الف شخص يتكلمون واعمالهم تراقض اقوالهم لا يؤثرون لذلك القرآن يقول اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تسلون الكتاب افلا تعقلون يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وزدنا كيما يصح به وانت سقيم ابدأ بنفسك فانهاء عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم ولذلك المسلمون انما نشروا الاسلام طوال التاريخ باخلاقهم وسلوكهم كما قلت لكم من نشر الاسلام في اندونيسيا بفاة مية وتمانين مليون الان او في ماليزيا او هذه البلاد الجيوش الاسلامية لم تدخل الا بلادا قليلة جدا فالجيوش الاسلامي دخل الهند اتخل جزء من السن محمد بن القاسب انه محمد الاستقاف انتشر بالدعوة وبدعوة المسلمين غير المتخصصين الحضارمة الذين هاجروا من جنوب اليمن الى ماليزيا واندونيسيا ونشروا الاسلام هنا باخلاقهم بالاخلاق الاسلام دخل الى كوريا في العصر الحديث بوسط الجنود من الاترار كانوا هناك في الحرب الكورية المعروف رآهم الناس كلما جاء وقت معين ذهبوا تطهروا توضأوا وقفوا صفوفا خشوعا يصلون رأوا فيهم الطيبة والاخلاق عجبهم المنظر سألوا من انتم قالوا نحن مسلمون ما 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 مسلمون دين الاسلام وحدثوا جنود ليس علماء ولا دعاء فحببوا اليهم الاسلام فدخل الالاف على ايدي هؤلاء الناس في كوريا يا ايها الاخوة انما ينتصر الاسلام بالعمل قبل كل شيء لا نريد متحدثين عن الاسلام تكذبهم اعمالهم واخلاقهم انما نريد اعمالا تتحدث عن الاسلام كما كان الصحابة وكما كان المسلمون الاولون كان كل منهم اسلاما حيا قرآنا يمشي بين الناس على قدمين بهذا انتصر الاسلام هذه شروط لا بد منها لكي ينتشر الاسلام وينتصر الاسلام اذا اردنا ان تنجح دعوتنا حقا فلا بد ان نرعي هذا